نظم فريق روافد العطاء في الإدارة العامة للحرس الأميري بالقيادة العامة لشرطة الشارقة بالتعاون مع بلدية مدينة الشارقة حملة شتاء دافئ تم خلالها توزيع الملابس الشتوية والأغطية على العمال خصوصا مع دخول فصل الشتاء ولتأكيد على أهمية هذه الفئة ودورها في المجتمع ولترسيخ معاني القيم الإنسانية وتعزيز قيم التكافل خصوصا وأن هذه الفئة تبدل جهودا كبيرة خلال أداء عملها وتواصل جهدها ليلا ونهارا في خدمة الإمارات الباسمة وتعكس الحملة مدى التلاحم المجتمعية انطلاقا من حرص البلدية على المشاركة في مختلف الفعاليات كما تأتي ضمن مبادرات البلدية لبدل العطاء في الأعمال الخيرية والإنسانية وهو نهج غرسه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة التفكير في تلعمالها شيء أساسي لازم كل موظف يفكر فيه كل واحد يالس على مكتب لازم يفكر في الموظف اللي في الشارع هذا الكل هم موظفين العمال موظفين فلازم يعني هم محليل من الصبح من الصبح والفجر هم موجودين في الشارع نحن نفكر فيهم مبادرة شتاء دافئ نلبسهم ملابس شتوية يعني ها شيء وايد ممتاز يعني أن الواحد يفكر في العمال هذه الفئة العكس هم اللي يشتغلون لازم نفكر فيهم يعني هم يشتغلون من الصبح يكونوا برع في الشارع لازم يلبسون ملابس شتوية ندفيهم نهتم فيهم فئة هذه يمكن تكون في مؤسسات كثيرة فئة يعني نقول من ساي لكن إن شاء الله نحن بالنسبة لليمع فيه روافد العطاء وبالنسبة لليبالديد مدين الشارقة إن شاء الله تكون هذه الفئة من أولويات المؤسسات شاء الله اللي موجودة عندنا ترجمة نانسي قنقر